أكبر مسؤول عربي يزور سوريا بعد الزلزال الأسد يلتقي وزير الخارجي الإماراتي في دمشق استقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الأحد وزير الخارجي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد النهيان وشكره على المساعدات الإنسانية والإغاثية الضخمة التي قدمتها أبو ظبي لبلاده منذ الزلزال المدمرة وفق بيان نشرته الرئاسة السورية اليوم على صفحتها بموقع الفيسبوك ويعد الوزير الإماراتي أكبر مسؤول عربي وأول مسؤول خالجي يزور سوريا منذ ضرب الزلزال المدمر شمال البلاد وجنوب تركيا الأسبوع الماضي وأوقع أكثر من ثلاثون ألف قتيل بينهم ثلاثة ألاف وخمسمائة في سوريا وحدها وكانت الإمارات أعادت فتح سفارتها في دمشق عام 2018 بعد قطعة دبلوماسية منذ اندلاع النزاع في سوريا وسبق لوزير خارجية الإمارات أنزار دمشق مرتين آخرها في ربع يناير كانون الثاني الماضي حيث التقى الأسد في زيارة عاكست عودة الدفء للعلاقات الثنائية وإلى جانب حلفائه التقليديين تلقى الأسد الثلاثة اتصارا من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي هو الأول بينهما منذ تولي الأخير السلطة عام 2014 رغم محافظة البلدين على علاقات أمنية وتمثيل دبلوماسي مهدودة كما تلقى الأسد اتصارا مماثلا من ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة هو الأول منذ أكثر من عقدة وإثر اندلاع الثورة عام 2011 قطعت دول عربية عدة خصوصا الخالجية علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها إلى أن مؤشرات انفتاح عربي بلزت السنوات القليلة الماضية وبدأت مع إعادة فتح أبوظبي سفارتها بدمشق عام 2018 ثم زيارة الأسد للإمارات في مارس أذار الماضي واصلنا نهاية هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة ترجمة نانسي قنقر